انتقد رئيس بلدية كريات شمونة أفي حايشترن الجولة التي أجرها الرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتانياهو في مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود الشمالية والتي شهدت اشتعال حرائق خلال الأيام الماضية نتيجة هجمات حزب الله اشترن استبعد كذلك في جولة أو من جولة نتانياهو في المستوطنة فيما دعي إليها مماثل لكود هناك وهو ما أثر غضبه متهما نتانياهو بتقديم عروض سياسية وصفها بالرخيصة في ظل الحرب تساءل إذن رئيس هذه البلدية إذا ما كان نتانياهو يريد فعلا أن يقود التغيير في المستوطنة معتبرا أنه كان عليه أن يلتقي بالذين يديرون كريات شمونة يوميا ويعتنون بسكانها أضاف أنه بالنسبة لهذه الحكومة فإن كل شيء مجرد استعراض وبأنه زيف في الثقة والعمل وأن جولة نتانياهو أو جولة نتانياهو ما هي إلا لتعزيز مكانته في أليكود انتقد كذلك اشترن حزب الليكود قائلا أنه كعضو حالي في الحزب ورئيس بلدية كريات شمونة محبط من سياسات الحزبة